الأمر الثاني ينبغي أن أعتقد أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لأن المعتزلة قالوا لو خلق قبل يوم الخيامة يكون هذا من العبث الذي يتنزه الله عز وجل عنه وهم يقيسون الأمور بعقولهم و يقدمون المعقول على المنقول ولكن النصوص كلها تشير إلى أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة كما قال يعني عز وجل في الجنة أعدادت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أشر و قال أعدت للمتقين و قال عن النار بأن الضاجل يقول أعدت للكافرين و اتقوا النار التي أعدت للكافرين و شكت النار إلى ربها و قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الصيف و نفس في الشتاء فأشد ما نجد من الحر فمن حر جهنم و أشد ما نجد من البرد و الزمهرير فمن زمهرير جهنم فالجنة موجودة و النار موجودة الآن و ذكرنا أن الجنة في فوق السماء السابعة و في السماء رزقكم و ما توعدون ما توعدون وعد الله عز وجل المؤمنين وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار و خالدين فيها و مساكن طيبة في جنات عدن و رضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فموعود الله عز وجل المؤمنين هو الجنة فجنة موجودة يعني الآن و معدة و مجهزة للمؤمنين و كذلك في الحديث القدسي أعددت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فينبي أن نؤمن أنهما موجودتان الآن مخلوقتان الأمر الثالث من مسائل العقيدة يعني أنهما لا تفنيان إن الجنة لا تفنى و كذلك النار لا تفنى و لا يفنى أهل الجنة و لا يعني أهل النار و لكن و صات المسلمين لما بيحكم عليهم بمدة فيه النار يخرجون بعدها و يدخلون الجنة و يخرجون في الجنة و من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصاب إن الله لا يظلم مثقل ذر فالقلب مثقل ذر من إيمان يأتي عليه يوم يعني يخرج من النار لو حكم عليه بالنار و يدخل الجنة و من دخل الجنة يخلط في الجنة خلدين فيها أبدا فالجنة و النار يعني لا تفنيان و أهل الجنة و أهل النار يعني كذلك يعني لا يفنيان فهذه مسائل عقيدة مهمة قبل أن نتكلم في وصف الجنة الجنة يعني فوق ما يدور بالبال أو يخطر بالخيال لا يمكن لإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا يمكن أن نتصور ما في الجنة من النعيم ترجمة نانسي قنقر